وكيف تفسر يعني موقف هذه الجماعة الإرهابية من الحوار الوطني واستهدافه دائما بالأكاديب والشائعات أولا انتحاد الحديثة للمشاهدين الكرام وبداية خلونا نتفق ونضع الأمور في نصابها الصحيح إنه هذه الجماعة تادت أن تشوه كل ما هو إيجابي في هذا البلد العظيم وإنها دائما بتحاول كل ما هو إيجابي إلى سلبي عن طريق بث الإشعات والأكاذيب واستخدام السوشيال والليجان الالكترونية والقنوات واليوتيوبرز الأدوات اللي بتلعب بيهم في الناحية الإعلامية وإحنا اتفقنا قبل كده وإحنا المعركة الكبيرة الباقية بيننا وبين هذه الجماعة الإرهابية هي معركة الوعي وممثلة في الناحية الإعلامية على وجه الخصوص يعني ومن عن جائب القدر عشان برضو الجماعة دي إنها نظام فيها لخفيها بمعنى لما سعادة الرئيس أطلق هذه الدعوة الكريمة النبيلة في رمضان في حفل إفطار الأسرة المصرية تلقفت هذه الجماعة وكأنها مدعوة لهذا الحوار وهذا كان من الغرائب يعني وشفنا لقاءات وبرامج وتصريحات إنه إحنا مستعدين يعني لما يطلع أول كان حاجة يوسف ندل قياد التاريخي لهذه الجماعة ومغزى نصرار الجماعة المقيم في سويسرا ووزير الخارجية ومالية الإخوان إنه يقول لك إحنا مستعدين للحوار مع هرم السلطة ويجي إبراهيم مونير إحنا نرحب بالحوار ويجي متحة الحداد عضو مجل الشراء الممثل عن جناح محمود حسين إحنا مستعدين ونرحب أعتقدوا أن الحوار حيكون معهم يعني ولينا شروط بس لينا شروط خلي بالكم إحنا فجئنا طب هو حد يعني أنت مش معزوم يعني يعني أنت حد وجهلك دعوة عشان أنت يعني تدعى لهذا المسعى الجميل ده مدعو فيه المصريون الذين يعترفون بفكرة الوطن هل أنت تعترف بفكرة الوطن؟ أنت في أدبياتك عندك أتم الاستعداد أن تعترف بأن من يحكم مصر مسلم ماليزي ولا يحكمها مسيحي مسلم مسيحي مصري مسيحي مصري مع أن من المفارقات ردا على هذه العبارة ويسمعون الإخوان مش أنت عندك هذا المبدأ طب لماذا لا تطبق هذا المبدأ في اختيار المرشد العام لجماعة الإخوان لماذا هذا المنصب في مصر فقط؟ ليه يا أرشاد إسلام؟ يعني إذا كنت أنت بترضى حد من بروا مصري ليه دايما المنصب من نصيب مصري؟ ما هو الحكر بقى إحنا هنا وإحنا يعني فكرة برضو منصب برضو المنصب ده ما يطلعش من المنبت المنشأ اللي أنشأته الجماعة في مصر طب أنت راضي ومقتنع أن حد من خارج مصر يحكم مصر ومش مقتنع أن حد من خارج جماعتك من اللي هم من جماعتك يعني اللي هم بس من بلد أخرى ما يبهاش هو المرشد فدي يعني حتة كده إيه للإخوان؟ لعل لهم يفقهون يعني فهو مش مقترف بفكرة الوطن والمطن هي حفنة من تراب وعفوا للعبارة الشهيرة مش عازة أتلفز بها اللي قالها مهدي عاكف كلنا نعرف العبارة جيدة يشتم مصري يعني هذه هي طب إزاي أنا أدعو ناس لا يعترف بفكرة الوطن دي واحد اتنين قتل وأراقى دماء المصريين وقدمنا شهداء عظام من الشرطة المصرية ومن الجيش المصر ومن المواطنين الأبرياء وحرق كنائس وهو إحنا شفنا يعني مصائب وكوارث لهذه الجماعة إزاي طب إزاي أنت تدعى لحوار وإنت لا تعترف بثورة الثلاثين من يونو إزاي أنت تدعى إلى الحوار ولا تعترف بدستور 2014 وما إلى ذلك يعني فإزاي أنت تدعى إلى هذا الحوار بأي وجه وبأي حق أنت لا يعني أنت ابتداء فكرة الانتمائك لهذا الوطن خلاص ما فيش يعني أنت خلعت هذا الرداء وإنت عندك انتماء آخر هو الانتماء لهذه الجماعة يعني عارف يا أستاذ من العجاب ويريت الناس يعني يعني اللي إحنا بنقوله يعني يركزوا فيه وحيلقوا الكلام ده فعلا حقيقي إحنا لا ندعي هات لحد من قيادات ولا من شباب ولا قيادات وسطى ولا صغرى ولا كبرى في الجماعة بيتغنب مصر الوطن يعني بيذكر مصر بكل حفاوة وبكل تقدير وبكل حب ومصر بلدي وبلدي مصر مصر وطني لا كل الكلام الجماعة ولو ذكر مصر بيذكر فكرة الحكم أي الحكم إزاي الحكم ده كويس لا الحكم ده وعش الحكم ده احنا ده مش معاه الحكم الحكم فكرة الحكم يا إما أنا أصل إلى هذا الحكم يا إما أنه أشوه في هذا الحكم وإيه وأقدم نفسي كمعارض لا أنت مش معارض هناك فرق كبير بين المعارض وبين المناوئ صحيح والمناهض أنت مناهض لهذه الدولة يعني أنت مش كمان مناهض لمن يحكم هذه أنت مناهض للدولة بأكمالها لهذا الشعب اللي انت رفعت وصوبت في وجهه وفي صدوره الرصاص لمجرد انه نزع عنك الكرسي لانه رأى هذا الشعب انك انت بتضيع الهوية البلد حتضيح خالص مصر اللي عبر التاريخ صمدت امام اعتى الغزاة لكن انت في سنة واحدة كنت حتضيع البلد خالص فالشعب قال لك لا خلاص انت لا تمثني ومع ذلك انت اصريت انك انت تنزل وتروح ايه تطلق الرصاص على هذا الشعب المجرد انك انت نزع عنك هذا ايه الكرسي الذي امت لست جديرا له باي حال من الحوار فكيف توجه لك الدولة فلما اعلنتها الدولة المصرية صراحة ان هؤلاء القوم ليسوا مدعوين في الاساس ولا من قريب ولا من بعيد لهذا الحوار قلبنا بقى على ايه النغم التالي الوش المعروف بقى انتو مش حدونا فيها لخفيها طب خلاص بقى كل الحوار ده ايه بقى حوار يشوهوا فيه ويسخفوا فيه ويقللوا من شأنه وينعتونه بابشع الالفاظ ومش كده وبس يرهبون كل من يشارك او يمدح او يقدم ورق اعتماده لهذا الشعب مصر كله مدعو فيه لهذا ايه الحوار وعملية ارهاب فلان اشترك في الحوار يبدأ بقى حملة ايه تشويه بقى او ارهاب خلوا بالكم شوف فلان ده اشترك في هذا ايه الحوار وهكذا فيعني حملة تشويه على الحوار نفسه حملة تشويه لكل من يشارك في هذا الحوار طبعا يعني كتر خير ساعات رئيس يعني حملة تشويه يعني ايه اه سواء فيه حوار ما فيه شواء يعني في كل من دعا لهذا ايه سواء سعادة الرئيس سواء المسؤولين عن هذا الحوار سواء المشاركين في هذا الحوار بحيث ان هو ايه انه يعمل يحاول حسب تصوره يعمل رأي عام انه هذا الحوار لا جدوى من والانكة من ذلك انه هو ايه بقى عمل تمثيلية كده قال لك ايه طب ما نعمل الحوار احنا يعني كل الفكرة انا حسبها موجود يعني كل الفكرة حسبها موجود في المشهر مع اصحابه اصدقاء اللي هم موجودين في الخارج تعالوا يا جماعة ايه يعني نمعوا بعضهم و ايه نعمل ورقة و احنا بسرعة ده احنا ما خدناش شهر و ايه عملنا حوار و ادي الورقة بتاعتنا و ادي البرنامج و ادي الرؤى و ادي الاطرحات واخد بحيثة فايه على اساس ايه نفس فكرة الدين الموازي والوطن الموازي ما فيه حوار ايه حوار موازي طيب